بنبدأ فيلمنا مع سفينة فضاء تجارية اسمها هانتر وبيكون فيها اربعين شخص غير الطاكم وبيكون معيهم مجرم خطير بس بيكونوا كلهم في حالة تجميد وهم في طريقهم لكوكب معين بتحصل عاصفة كونية وبسبب الشزايا اللي بتطلع من العاصفة بتختارك السفينة وبتحصل فيها اضرار وبيتصاب قيد السفينة وبيموت فبيتفوق فريو الشورت جوناس وبيحاول يرجعوا السفينة لمصارها لكن بيتصدموا لما بيلاقوا نفسهم نزلين على كوكب مجهول وبيحاولوا يعملوا اللي يقدروا عليه علشان يرجعوا السفينة للفضاء من تاني لكن للأسف القوان فات ودخلوا الغلاف الجوي للكوكب ويكأنه بيقعوا بسرعة بسبب الجاذبية القوية وبتتحطم اجزاء من السفينة وبتحاول فريو انها تقلل من قوة الاستضام وساعتها بتكرر انها تتخلى عن اجزاء من السفينة ويكأن اتناوية تتخلص من عربية الركاب لكن الشورت جوناس بيمنعها وبيقولها انهم ملوهمش اي زن بيموتوا وان دورهم ينزلوهم على سطح الكوكب بامان وبتقتنع بكلامه وبتجرب محاولات تانية لحد ما بتوع السفينة على ارض الكوكب وبتتدمر ولما بيتفقدوا الركاب بيلقوهم سلام مع ايدا واحد بس واللي بيكون شبه ميت وساعتها بتطلب فريمن جوناس يجيب لها مخدر من السندوق الطب اللي موجود في السفينة بس للأسف بيكون اتحطم وبعدها بيخرج واحد عربي من السفينة اسمه امام ومعي علي وسليمان وحسن وبيبصوا على الكوكب وبعدها بيشكروا فري لانها قدرت تنقذهم من الموت وبعدها بتروح فري لجوناس وبتسأله على مصير ريدك وكمان بتسأله على مدى خطرته فبيقول لها انه بيبقى خطير جدا لما بيبقى حوالي بشر وانا الوحيد اللي هيحدد مصيره وبنروح لريدك وبنعرف انه بيقدر يحس بكل اللي حواليه وكمان بيقدر يفك نفسه وبعدها بيكتشف جوناس ان ريدك قدر يهرب وبيعرف النوم في خطر وبنرجع للمجموعة لنيجت وبنشوفهم وهم بيستخدموا انابيبي الاكسوجين اللي معاهم لان نسبة الاكسوجين قليلة على الكوكب وبعد كده بيجهزوا نفسهم علشان يدوروا على اي مصدر مية حواليهم وقبل ما يتحركوا بيتصدموا ان الكوكب داله تلت شموس فيقسموا نفسهم لمجموعات وبعدها بيدي جوناس مسدس لزيكي علشان لولا اريدك يقتالوا وبعدها بيطلع جوناس يرقبه من مكان عالي وبيكتشف ان فيه اشجار موجودة على مسافة بعيدة وبيروح لهناك هو وفري وامام وولاده ولما بيبصوا بيتصدموا لان المكان عبارة عن مجبرة جماعية الكائنات عملاقة وبيتأكدوا ان مفيش اي حياة على الكوكب كله وهم بيكتشفوا المكان بيلاقي حسن وسليمان جهاز شكله غريب فبيوريلي فري وبعدها بيلاقوا محطة فضاء كاملة لكنها مهجورة ومن الناحية التانية بيكون فيه كام واحد في السفينة بيحسوا بحركة غريبة وبيكونوا فاكرين ان ريديك وجاي علشان يقتالهم لكنه بيطلع شخص تاني وبيقول لهم انه افتكر انه الوحيد اللي نجا من تحطيم السفينة وفجأة بييجي زيكي وبيضربه بالنار لانه كان فاكر ان ريديك وبعدها بياخده علشان يتفنه واسناء وهو بيتفنه بيظهر كائن غريب وبيحباسه ولما بتروح شيزا علشان تلحقه مش بتلاقيه وبتلاقي قصار دم وفجأة بتلاقي ريديك في وشها ولسه ايهرب بيقابل جوناس وبيضربه وبياخد النظرة اللي على عينه وبعدها بتروح في ريديك وبتسأله ليه قتال تزيكي فرد عليها وقال لها انكم كلكم واخدين عني فكرة وحشة والوضع الحالي ما يخلينيش اعمل حاجة زي كده ولما بتقرف في ريديك انه بتلاحظ ان عينه مش طبيعية وساعتها بيسأله جيك بيقول له اعمل ايه علشان عيني تبقى زيك فقال له يفضل في المعتقل لمدة عشر سنين وما يشوفش اي نور وبعد ما يخرج يروح لدكتور علشان يعالجه وبعد ما خلص كلامه وكلم في ريو اكد له انه مش هو اللي قتال زيكي وبعدها بتروح في ريو باقي المجموعة وبتدخل لحفرة علشان تدور عليه لكنها بتلاقي نفسها في مكان غريب وبتسمع اصوات مرعبة من حواليها وبتضطر تطلع بسرعة من حفرة تانية وبيلحقها امام وجوناس على اخر لحظة بس بتتسحب تاني للحفرة وبيقطعوا الحبل قبل ما تقع وتموت وبعد كده بيروح جوناس لريديك وبيتفق معين ويتعاون معاهم من غير قيود علشان يرجعوا للارض مرة تانية ويرد علي ريديك وقال له انه ما يهموش يرجع للارض تاني لانه كده كده يتحبس اول ما يوصل للارض بس جوناس بيفكه وبيديله النظرة بتاعته وبعدها بيبدأوا ينقلوا كل اللي هيحتاجوا من السفينة اللي اتدمرت للمكوك اللي موجود في محطة الفضاء علشان يصلحوه ويرجعوا تاني ومن الناحية التانية بينجح امامه ولاده انهم يشغلوا محطة المية وبعدها بيدخل علي المكان مهجور علشان يدور على اي حاجة ممكن تنفعهم لكنه بيلاقي طيور شكلها كبير بتهاجمه ولما بيلاحظ الفريق اختفاء علي بيروحوا علشان يدوروا عليه بس للأسف بيلوه ميت وبعدها بيكرروا انهم يستكشفوا الحفرة اللي موجودة في المكان وبيكتشفوا انها مجبرة جامعية لاصحاب محطة الفضاء وبيتشوف فريق ورقة مكتوب عليها تاريخ بنفس تاريخ الشهر اللي هم فيه بس من 22 سنة فاتت وبعدها بتحاول توصل للي حصل في التاريخ ده باستخدام الجهاز الخاص بحركة الكوكب وبتعرف ان فيه كسوف شمس هيحصل وساعتها بيكرروا انهم يصلحوا المكوك في اسرع وقت ممكن علشان يمشوا قبل ما الكسوف يحصل وفي نفس الوقت اللي كانت فريق بتزبط المكوك بيجي لها ردك وبيقول لها انه عارف ان جونس قالها على تفاصيل هربهم من السجن وبيقول لها كمين انا متأكد ان جونس هيقتلني قريب وبيعرفها انه مش شرطي وانه مرتزق ومبدأه الجشع لكنها بتقول له ما يحاولش يوقعهم في بعض لان ده مش هيحصل مهما عمل فبيقول لها لو مش مصدقة ممكن تروح تسأل جونس بنفسه وبعد كده بيسيبها ويمشي وبالفعل بتروح لجونس وبتسأله ان كان زابط ولا لا فرد عليها وقال لها انا ما قلتلكيش ان شرطي وبتعرف كمين انه مود من مخدرات وساعتها بتتعصب عليه لانه ما انقصش زميلهم اللي كان بيموت وبيقول لها انه كان كده كده ميت وبعد ما بتسيبه وبتطلع بتكتشف الكسوف بدأ يحصل وبعدها بدأوا يتحركوا بسرعة علشان يجيبوا خلية الطاقة اللي هتشغل المكوك واسناء هم بينقلوها بيحصل الكسوف وبيبدأ المكين من حواليهم يضلم وبيسمعوا اسوات غريبة حواليهم وبيلاقوا كائنات شكلها غريب بتطلع من الارض وبيكون عددهم كبير جدا وبيروحوا يستخبوا في السفينة قبل ما يتاكلوا بس ريدك وشيزا بيكونوا متأخرين وبينزلوا على الارض في اخر لحظة وبتكون شيزا خايفة خالص وبتقوم علشان تكمل جاري فبتهجم عليها الكائنات وبياخدوها وبعدها بيستخدم ريدك الميزة اللي عنده وبيشوف كائنات كتيرة جاية عليهم وفي اللحظة دي بيكتمل الكسوف وبعدها بيدخلوا كلهم السفينة وبيشغلوا الانوار اللي معاهم وبيعرفهم ريدك ان الكائنات دي مش بتشوف وبتعتمد على تتبع الصوت وبيكملوا طريقهم جوه السفينة لحد ما بيوصلوا للجزء المحطم وفي نفس الوقت ده بيشوف ريدك كائن منهم ولسه يحذرهم بيخرج حسن وبيشوف الكائن وبيقولوا ريدك انه ما يتحركش من مكانه لكن حسن من قطر خوفه بيطلع يجري وساعتها الكائن بيقتله وبيجري ريدك بسرعة قبل ما الكائن يموته هو كمان وبيجري وراه كائن تاني لكن الكائن بيموت مجرد ما يشوفوا الضوء وبيعرفوا انهم بيموتوا بمجرد ما يتوجه عليهم ضوء وساعتها بيكرروا انهم يجمعوا كل الاضاءة اللي معاهم علشان يخرجوا ويوصلوا خلايا الطوكة بالمكوك ويطلعوا من الكوكب اللي هم فيه وبعدها بتعرفهم فرين الكسوف ممكن يفضل لسنين لان الكوكبين بيتحركوا مع بعض وبالفعل بينفزوا الخطة وبيطلعوا معاهم كل الاضاءة وبيكون ريدك ماشي قدامهم لانه هو الوحيد اللي بيقدر يشوف الضلمة بس بتيجي الوحوش وبيتهجمهم تاني وبتدمر كل الاضاءة اللي معاهم وكمان بيموت واحد منهم فبيضطروا يولعوا شعلات نار علشان يكملوا طريقهم وبعدها بيقول لهم ريدك ان الطريق قدامهم مليان وحوش وده يعتبر انتحار وساعتها بتكرر فرين نوم يرجعوا للسفينة من تاني لكن بيعرضها جونس وبيقولها انهم قربوا يوصلوا للمكوك وساعتها بيدخل امامه بيقول له هي القائدة ولازم نسمع كلامها وقال له جونس ان القائدة دي كانت عايزة تتخلص من عربية الركاب علشان تنقذ نفسها وساعتها بيكرر انهم هيكملوا طريقهم للمكوك واسناء ما جونس ماشي مع ريدك بيقول ان كل اللي فاضل من الركاب ستة اشخاص بس وبيكترح عليه انهم يخلوا الباقي طعم للوحوش علشان يقدروا هم الاتنين يهربوا وبيوافق ريدك على كلامه بيقول له انت اللي هتبقى اول طعم وبيبدأ الكتال بينهم لحد ما ريدك بيقدر يستخبى منه وبعدها بيجي وحش وبيخلص على جونس وبعد كده بيرجع للفريق وبيستخبه لحد ما الوضع يهدى وبعدها بيروح امام يقعد مع ريدك وبيقول له ان ربنا اكيد شايفهم ومش هيسابهم وبيستغرب ريدك منه وبيسأله وبيقول له انت ازاي برغم كل اللي احنا فيه لسه متمسك بنفس درجة الايمان فرد عليه وقال له ده اكيد اختبار وانا استحمله وبعدها بيكملوا طريقهم في الوادي وبيسحب ريدك خلايا الطاقة وبيلاقوا الوحوش بدأت تقتل بعضها لحد ما اجي وحش وبدأ يهاجم جاك وبيروح ريدك يساعد جاك وبيقتل الوحش وبعدها بيكملوا طريقهم وبيكتشفوا ان الجو بيمطر وبكده النار اللي بتحميهم من الوحوش هتنطفي وبيقول لهم ريدك انهم مستحيل ينجوا وفي نفس الوقت بييجي وحش وبياخد واحد منهم وساعتها ريدك بيدخلهم جوا كهف علشان يكونوا في امان وبيكمل ريدك في طريقه الواحد لحد لما بيوصل للمكوك وبيوصل خلايا الطاقة وبيشتغل وبالنسبة لفريو اللي معاها بتنطفي النار اللي معاهم والحصنة حظهم بيلاقوا حشرات مضيئة فبياخدوها وبيحطوها في الازاز علشان تنور الطريق وبينروح لريدك هو بيجهز المكوك وبيستعد علشان يمشي ويسيب اللي معاه لكنه بيتفاجئ بان فريو قدامه وبيفتح لها الباب علشان تركب ويمشي لكنها بترفض وبتقوله انها مش هتضحي بالناس اللي معاها وانها مستعدة تموت علشانهم وبيقتنع ريدك بكلامها وبيروح معاها علشان ينقذ امام وجاك ويرجعه بسرعة للمكوك بس فيه وحش بيجي وبيهجم على ريدك لكنه بيقدر يتعامل معاه بزكاء وبيقدر يستخبى منه ولما بتوصل فريل المكوك بتلاحظ ان ريدك مش معاهم وبتسمع صوته وبترجع له علشان تلحقه وبالفقل بتقدر توصله لكن للأسف الوحش بيقتلها وبياخدها وبيطير وبيحزر ريدك عليها لانها ضحي بنفسها علشانه وبعدها بيرجع للمكوك ومعا امام وجاك وبيقتل كام وحش علشان ينتهم لفريل وبعدها بيخرج من الكوكب وفترقهم للأرض وبكده احنا خلصنا الفيلم لو الفيلم ده عجبت ياريت تعمل لايك للفيديو وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وياريت تنزل في الكومنتايك تكتب لنا رأيك وما تنساش الجرس ليصلك كل جديد ويكان معكم احمد اشرف اللي سجله وما ننساش امونيوس اللي كتبه ويشام صلاح اللي منتجه وما تنسوش تعملول نفوله على انستجرام وبس كده السلام